بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا المجلس الثامن في تذاكري آية القرآن الحكيم وبلغنا إلى صورة النصر نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه السورة تسمى بسورة إذا جاء نصر الله والفتح واستلح عليها السلف فسموها بسورة النصر وهي من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فهي سورة مدنية بالإجماع وسبق أن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل في المدينة أو في سفر أو في مكة وهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما يأتي والقرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ما نزل قبل الهجرة هو القرآن المكي جاء في مسند الإمام أحمد وعند النساء وغيرهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه السورة قام النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فقرأها من أولها حتى أتمها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثم خطب خطبته الشهيرة التي كرر فيها ما ذكره كرر فيها مضمون ما ذكره في خطبة يوم عرفة ثم في خطبة يوم النحر أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ السامع الغائب وليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هذه السورة سورة جليلة روى الإمام البخاري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر كان يدن ابن عباس فقال ما الشيخة أهل بدر يا أمير المؤمنين إن لنا أولادا في سنه فلم تقدمه علينا وتجمعه معنا فقال عمر رضي الله عنه إنه من حيث ما علمتم ما معنى حيث ما علمتم أي من علمه ومن قرابته بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط فضل القرابة لأن هناك مثله إخوانه لكنه في العلم إذ وافقت في عبد الله بن عباس دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال وإن عمر جمع مشخة بدر فأرسل إلي وما ظننت أنه أرسل إلي إلا ليريهم أي يبين لهم لماذا يجمع هذا الشاب والذي لم يناهز العشرين مع هؤلاء الشيخ الكبار من ساذقة الصحابة رضي الله عنه فلما جئت قال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب قالوا أمرنا أن نسبح الله ونحمده إذا جاء نصره هكذا قال بعضهم وسكت بعضهم فقال عمر رضي الله عنه ما تقول فيها يا ابن عباس قلت لا هو إيذان من الله لنبيه بدنو أجله إيذان من الله أي إعلام من الله لنبيه بدنو أجله صلى الله عليه وسلم يخبره أنه إذا فتح الله عليه وجاء نصره ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يتأهب فيكثر من تسبيح الله وتحميده واستغفاره فالتفت إليهم عمر رضي الله عنه وقال والله ما أعلم فيها إلا ما قاله هذا الشاب إذن دل على أن عمر قدمه لعلمه وقرابته وفيها هذه السورة ولهذا قال ابن عباس لعكرمه مولاه ولغيره إنها آخر ما نزل من القرآن وكأنه والله أعلم يشير إلى نزول سورة بتمامها وإلا فقالوا إن آخر ما نزل آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لكن في سورة أنها سورة النصر وهذه السورة سورة جليلة روى أحمد وغيره أنها تعدل ربع القرآن وصورة الزلزلة ويروى نحمه في سورة الكافرون وهذه السورة فيها أن نصر الله متحقق لأولياءه لا بد أن ينصرهم وإن تقدم هذا النصر أنواع من البلاء وأنواع من الغثاء لكن العاقبة والدولة لأولياء الله جل وعلا كما قال سبحانا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وأفضل المؤمن وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والفتح يراد به فتح مكة بأل العهدية ويراد به بأل الاستغراقية فتح الله لهذا الدين أن يبلغ الآفاق فإن هذا الدين بدأ قليلا غريبا ثم دخل الناس فيه أفواجا بعدما نصر الله رسوله وأعز جنده وهزم الأحزاب والمشركين وحده وسيعود غريبا بعد ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره والله الذي لا إله إلا هو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله وقد رأت أمه عليه الصلاة والسلام لما نتجت به أنه خرج منها نور أضاء ما بين المشرقين اللهم صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة اعترضت الصحابة سخرة وكانت تعترضهم سخور فيضربونها فتندحر إلا تلك الصخرة عجزوا عنها فأخبروه عليه الصلاة والسلام فأتى أن هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها وسبب فتح مكة أنه كان بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة صلح عرف بصلح الحديبية ظن فيه في أوله أن الضنية على المؤمنين ولكن العاقبة لهم وهذه السورة وهذا الصلح وأمثاله دلال على أن لا تعجل أيها المؤمن ولا تندفع فرب أمر تكرهه أولا يكون فيه العقبة الحميد لك آخرا وهذه من سنن الله الشرعية أنك قد تكره أمرا وتغتث له أي ما غثه وتمتحم فيه ويصيبك منه بلاء وإحن ومحن فإذا لجأت إلى الله جيرت هذه المحن مننا لك عند الله سبحانه وتعالى وشواهد ذلك هذا الصلح فإن عمر وأمثاله رضي الله عنهم رأوا أن فيه الدني عليهم كيف أن من أتى من مشرك مكة مؤمنا يرجع إليهم وأول ما نفذ هذا في أبي بصير ابن سهيل ابن عمر وصاحبه أبي جندل وأن من جاء من المؤمنين مرتدا إلى أهل مكة مشركا لا يرجع ظاهره فيه غابا ودنية لكن أبا بكر رضي الله عنه فوق هذا المستوى فلما جاءه عمر كيف نعطي الدنية في دين الله قال يا عمر أليس رسول الله قال بلى قال فالزم غرزة أدركت ذلك أو لم تدركه فهمته أو لم تفهمه الزم غرزة وهذه رتبة في الإيمان دلالة على اليقين وعلى حسن الظن وكمال الرجاء قبل ذلك مريم بنت عمران عليها الصلاة والسلام وش قالت لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة يا ليتني إيش ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ما أدري بأحد لماذا تمنت الموت خوف من العار والشنار والفضيحة كيف أن تأتي بولد ليس له أب لو كانت تعلم أن الذي في رحمها وفي بطنها نبي رسول وش هقوتكم تدعو بهذا الدعاء لا تدعو به لأنه يخفى على الإنسان إدراك الأمور ويخفى عليه قطعا مغيبات الأمور ولهذا كن في هذه المحن والبلايا والإحن من كرائم ومنا إذا جيرها المؤمن جير هذه المحن إلى الله وخوضها إلى الله ورمى همه وما يتعبه على ربه سبحانه وتعالى أخذ صلح الحديبية من رجب في السنة السادسة إلى أوائل أو مثنات السنة الثامنة يعني حو سنتين ونصف أخفرت قريش هذا العهد لأن خزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في حلف قريش فأغارت بكر على خزاعة فقتلوا منهم فجاء سيدهم سيد خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بما كان من نقض بكر وهم أحلاف لقريش للعهد وفعلهم وقتلهم من قتلوا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وعزم على ما أراد الله له من فتح مكة وتخليصها من الشرك وأهله في هذه الأثنى حصلت قضية رواها الشيخان البخاري ومسلم أن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة كتابا سريا يعلمهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبعث به مع امرأة وأمرها أن تخفيه فأخفته في مكان لا يخطر على البن ذهبت المرأة فجاء الوحي يخبر الله نبينا بخبر هذا الأمر فأرسل ثلاثة من أصحابه إلى هذه المرأة من الثلاثة علي والزبير والمقداد أرسل الثلاثة وقال أمضوا حتى تأتوا روضة خاخ تجدون بها ضعينة فإن معها كتابا من حاطب إلى أهل مكة فأتوا به فاشتد الثلاثة على أفراسهم حتى أدركوا المرأة بروضة خاخ عجوز كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فأناخوا بعيرها وقالوا أخرجي كتاب حاطب الذي دفعه إليك فأنكرت أن يكون دفع إليها بكتاب فقال لها علي رضي الله عنه والله لتخرجنه تخرجينه أو لا نفتشنك فوالله ما كذبنا ولا كذبنا ما كذبنا فيما قلنا ولا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا فرأت منهم الصدق يعني الصملة فقالت إليكم عني فوخرت ثم نقصت نقضت شعرها وقد دست الكتاب في قعاص شعرها فدفعته إليهم فرجعوا بها وبالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه كتاب من حاطب ابن أبي بلتع إلى أهل مكة يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفقد ما يسمى في العرف العسكري بعنصر المباغته وربما كان هذا من أعظم أسباب النصر وأولاه الأسباب الدنيوية فدعا عليه الصلاة والسلام حاطبا وقال يا حاطب ما حملك على هذا فقال يا رسول الله ما من أحد من أصحابك إلا وله عند أهل مكة يد من قرابة أولاء ونحوه إلا أنا فأردت بهذا أن يكون لي عندهم يد يراعون بها قرابتي ووالله يا رسول الله ما فعلت ذلك رغبة عن ديني ولا ردة ولا شك في إسلام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ولكن عمر تطبخ ناره غيرة على رسول الله وعلى دين الله قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه قال دعه يا عمر فإنه من أهل بدر وإن الله اطلع عليهم فقال أعملوا يا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم حاطب رضي الله عنه هل وقع في أمر يوجب الردة لا مع أنه جسة من يسمى في العرف الآن بالخيانة العظمى جسة على المسلمين لكن لم يوجب ذلك كفره لأنه صرح ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا شك في إيماني وإنما أراد به أمر من أمور الدنيا وهو حظوة عند أهل مكة يراعون بها قرابة وهذا فيه التنبيه على مسألة جليلة انحرف فيها الخوارج المعاصرون فظنوا أن أدنى معاونة ومظاهرة للكفار أنها ردة عن الإسلام ووظفوا فيها كلام الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب في نواقب الإسلام لما قال الناقض التاسع من ظاهر المشركين وأعانهم عن المسلمين فقد كفر وهذا التنزيل غلط وهذا الفهم فهم ناقص المظاهرة التي هي كفر أن يحب انتصار المشركين على المؤمنين أن يرغبوا ويتمنى انهزام المسلمين أن يعينهم بغضا لديننا وحبا لدينهم لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية المائدة يفسرها آية أول الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أما إعانة الكفار على المسلمين لطلب حظ من حظ الدنيا رئاسة شهرة ذكر مدح مال فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظائمها لكن لا توجب رده ودليله أن حاطبا رضي الله عنه لو أنه فعل ما يوجب ردته لما شفع له كونه من أهل بطل لأن الله لا يغفر للمشرك ولا للكافر الكفر الأكبر وأفضل من حاطب من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وش هقوتكم لو يشرك النبي والرسول وحاشاهم ذلك أيغفر الله لهم شركهم وكفرهم لا يغفره دل على أن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقاد لا يغفره الله من صاحبه كائنا من كان فإن الله جل وعلا قال لنبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام كما تقرؤون في آخر سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين وتقرؤون في سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل أسماء ثمانية عشر نبي رسولا قال في تمام السياق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم يعني هؤلاء اللي سمناهم لكن الأنبياء والرسل لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك والكفر والنفاق الأكبر لا يغفره الله لا لأهل بدر ولا لمنهم أفضل منهم فدل على أن ما وقع فيه حاطب لم يبلغ الشرك الأكبر وحالة ثالثة أن يعين المسلم الكفار على المؤمنين شبه مكره فهذه معصية لا تبلغ الكبيرة ولا تبلغ الإباحة الحالة الرابعة أن يعينهم مكرها لا خيرة له فهذا الأمر رفع الله عز وجل عن عبده فيه الحرج ترك النبي حاطبا ولم يقول له إلا أنه استغفر له عليه الصلاة والسلام وهذا لأنه أرحم الناس بالمؤمنين وأشفقهم عليهم عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم صليه وسلم عليه تجهز عليه الصلاة والسلام وجاء أبو سفيان من مكة يطلب تمديد المدة والعهد إلى مدته عشر سنين ولم يلتفت له النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بكر ذهب إلى عثمان ذهب إلى علي وإنما قال له علي ارجع ارجع وإن آمنت فهو خير لك ذهب إلى عمر الله ما لقى من عمر إلى الوجه الحمر اللهم ارضى عن عمر وعن سائر الصحابة قال والله إني لا أحب الناس إلى قتلكم وقتالكم رجع أبو سفيان قلقا مضطربا قالوا وهذا أظهر ما ظهر أنه أسلم وقتئذ في مرجعه ولم يظهر ذلك ووسط عمه عم نبينا العباس وكان في مكة فقال إنه أمر لا يدلي فيه أقبل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر ومعه عشرة آلاف من صحابته قوم صدق عند اللقاء أهل إيمان وأهل صحة معتقد رباهم نبينا عليه الصلاة والسلام وتخرجوا في مدرسته ألا فقبح الله من يتهم هؤلاء بأنهم ارتدوا بعد موته ولو كان ذلك لكان فاشلا في تدريسه وتعليمه ودعوة عليه الصلاة والسلام حاشاه من ذلك سار عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الشهر وتقديري أنه سار في اليوم العاشر والتاسع يمكن مثل هاليوم ومثل باتر سار من المدينة ومعه عشرة آلاف فصام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وراء اسفان صام في سفره ثلاثة أرباع الطريق صلى الله عليه وسلم فلما بلغ كراع الغميم أمر أصحابه أن يفطروا لأنه أعون لهم على ما جاءوا لأجله وهو الجهاد وفتح مكة وتطهيرها من الشرك وأهله استجاب الصحابة إلا واحد استمر صائما مع التعب أغمي عليه وعلى غيره فتضاول الصحابة عليهم فقال النبي ما وراءهم قالوا قوم صائمون وقد أغمي عليهم قال أولئك العصات أولئك العصات بما كانوا عصات بعدم امتثالهم أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا أن يفطروا خرج الناس تسامعوا بخروج رسول الله وإقباله حتى تحسسوا الخبر خرج أبو سفيان وخرج العباس ومع العباس أبو البختري وكان قد أسلم يتحسسون الخبر وهم في ليلة ظلمة ما فجئوا إلا بصوت أبي سفيان فقال العباس هذا أبو سفيان فتوافقوا في الليل يتحسسون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد أقبل صلى الله عليه وسلم فلما بلغ بعد عسفان أمرهم أن لا يبيتوا إلا ويوقد كل واحد منهم أمامه نار كم تكون عندئذ عشرة آلاف ضو وش فيها الفتك في العدو وتهييبه وإدخال الرعب عليه رأى ذلك العباس وأبو سفيان وقال من لهؤلاء بطاقة قال أولا أدلك على خير من ذلك اركب ورائي فلنقبل على رسول الله والنؤمن والتؤمن أن يظهر ما كان من إيمانه قال آله قال آله إن هذا الرأي فقال هو فركب أبو سفيان خلف العباس على دابته وأقبل في جموع المسلمين فرأت عين عمر أبو سفيان رديفا لمن العباس فأخذ عمر يشتد يركض إلى رسول الله يبيل إذن منحة يطيح راسه شوفوا ما يفتاتون على ولي أمرهم ولا يتعدون أمره لا سيما في الجهد ولهذا من أصول اعتقاد أهل السنة ونرى الحج والجهاد مع ولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة ليس المقام مقام فيلام وتفرق اختلاف آراء ومبزرة بزران لا الأمر الدين وعقيدة ومنهاج واضح بيّن فلما رأى العباس عمر اشتد حرك راحلته فسبقت راحلة العباس ودابته سبقت عمر فدخل العباس ومعه أبو سفيان على رسول الله يستجير له فأجار نبينا صلى الله عليه وسلم أبو سفيان أجاره ثم قال العباس يا رسول الله هذا أبو سفيان يحب الفخر فهل لا جعلت له شيئا قال من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وأمر عليه الصلاة والسلام العباس أن يحبس أبا سفيان على مر الظهران وين مر الظهران أنتم تعرفون مطار الظهران لكن مر الظهران وين هو فيه هو المسمى الآن بوادي فاطمة بوادي الجموم أن يحبسه ليرى المسلمين قبل ثمان سنين أخرجوا نبينا من مكة طريدا مهددا بالقتل ناثرين دمه والآن يرجع عزيزا بعزة الله له منصورا بنصر الله له صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صارخ الجن يثلم على أهل مكة ويعيبهم جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نازلا بالبر وبه ارتحل فجزى الله رفيق محمدي فيالقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي زواه عنكم يعني أبعده عنكم لما لم تؤمنوا وطردتم رسول الله وهممتم وعزمتم على قتله سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تنطقي يرجع عزيزا قال احبسه على مر الظهران ليرى جند الله فأصبح التمر الكتائب كتيبة كتيبة وعلى كل كتيبة رئيس معها بيرد فيقول من هؤلاء فيسميهم العباس لأبي سفيان قال من لي بهؤلاء قال حتى مر مرت كتيبة لبسوا الحديد لا يرى منهم إلا الحدق حدق أعينهم فقال من لي بهؤلاء والله لقد أمر أمر بأخيك يا عباس قال إنه الإسلام يا أبا سفيان قال صدقت نعم إنه الإسلام وهذا الصحيح أن أبا سفيان أسلم قبل الفتح هل أسلم في الطريق في مرجاعه من النبي أو أسلم لما رأى ذلك قولاني ووجهاني لأهل العلم فلا يكون أبو سفيان رضي الله عنه والحالة هذه من مسلمة الطلقاء الذين عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس على باب الكعبة من هذه الرايات راية للخزرج وعليها سعد بن عبادة سيدهم قال قولا لما دخل مكة اليوم تستحل الحرمة فبلغت هذه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب قال لا والله لا تستحل حرمة مكة فأخذ الراية من سعد بن عبادة عزله ودفعها إلى ابنه شفوا حسن الإدارة وحسن التعليم دفعها إلى ابنه قيس بن سعد لما عاب عليه هذه المقالة فتح الله على رسوله مكة وأعز دينه ونصر رسوله وأعز جنده قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نعم بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فتتابعت الوفود أولهم وفد بن عبد القيس وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من السنة الثامنة وسمي العام التاسع بعام الوفود تفد القبائل بوجهائها وكبرائها مبايعين مسلمين مذعنين مطيعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قدم من سفر فعاده جاره أن جاره قدم من سفر فجاءه جابر يعوده وكان قد كف بصره فأخبره عما لقيه في سفره ومن افتراق الناس أن الناس افترقوا هذا في عهد الصحابة شون عاد في هذا الزمان نسأل الله العافية نسأل الله عفوه وعافيته فبكى جابر رضي الله عنه وقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا عز الإسلام وإذا رأيتهم يخرجون منه أفواجا فهذا علامة انقضاء الزمان وقرأ هذه السورة فسبح بحمد ربك هذا أمر من الله لرسوله وهو أمر لكم أهل الإيمان لأنكم تبعون لرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين له مطيعين له على دينه وعلى ملته ليس فقط قولا ودعاية وإنما قولا واعتقادا وفعلا وحالا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جاء في الصحيحين من حديث أممين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل قوض الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كان صلى الله عليه وسلم يكثر ما هو بيقل يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي يكثر أن يقولها في الركوع وفي السجود تبونها في الفرض ولا في النفل في الجميع في فرضه وفي نفله وهذا إيذان وإعلام من الله لرسوله بدنو أجله إنه كان توابا من تاب إلى الله تاب الله عليه ومن آب إلى ربه ورجع معترفا مقرا مؤملا بربه خيرا وظن ورجاء وحسن أمل فإن الله يؤوبه ومن تاب إلى الله تاب الله عليه فهذه سورة عظيمة على قلة آياتها دلت على هذه المعاني الجليلة وهي الثقة بنصر الله واللجأ إليه والاعتماد عليه سبحانه دينا وعقيده لا سيما عند مدل أهمات الأمور والاستغفار وأن يختم به الإنسان عمله ويا سعد من ختم بالاستغفار أجله تسبيحا واستغفارا ولهذا أكثر ما أكثر منه نبيكم صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الجامع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وغفر لي نستغفرك وأتوب إليك في الركوع وفي السجود وأملوا بالله خيرا قالت هذا تأويل لأمر الله له فتأويل الأمر امتثاله فإن الله أمر نبيه فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يكفر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتأويل الأمر وتأويل الأمر امتثاله أقيم الصلاة أن تصلي فمن شهد منكم الشهر أفليصم أن تصوم وآت الزكاة أن تزكي ولله على الناس حج البيت أن تحج فتأويل الأمر امتثال المأمور وتأويل النهي الانتهاء عن المنهي هذا تأويل حقيقة وتأويل الخبر هو ما تراه عين اليقين إذا وقع وفي ألف لام ميم صاد الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة تحقيق ما أخبر الله به من وقوعه من الأهوال ومن الجحيم والعذاب على أهله والنعيم والكرامة على أهله هذا يوم يأتي تأويل أن يقع كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوبنا يقينا بك وثقة بوعدك واتكالا عليك اللهم حسن ضننا بك وعلق رجاءنا بك وحدك دون ما شريك اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين وأوليائك المخلصين واختم لنا بخاتمة السعادة والصلاح يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفاً أحد يا منان نسألك اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبداً ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدين ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين إن ربي جواد كريم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمل